مرحبا بكم في قناة تحفة يوب تنبو تفلق من كورسيا الرئاسة ومزال المصامر لهذا تتواصل المسيرات من أجل تغيير الكلي وفي خدم الحديث عن موضوع الوزير الأسبق أويحيا كشفت قناة البلاد خبرا مفاجئا حوله مؤخرا يفيد أنه يريد العودة رغم كل الرفض الشعبي لشخصه كونه أحد شخصية سيفززا في الأوين الأخير بتصريحاته للشعب وجاء في مقال البلاد أن أويحيا يريد العودة إلى رئاسة الجمهورية وتولي منصبه الماضي كمدير لديوان الرئاسة كما يرغب في الاستمرار في قيادة حزب الأرندي وهذا رغم حالة الغضب الشعبي الكبير من شخصه باعتبار أن كل المسيرات الشعبية التي خرجت مؤخرا حملت شعارات شديدة المعارضة له كونه شكك في أن الشعب الجزائري سيتظهر سلميا فأثبت له شعب الجزائري أنهم متحدرون وشعب واعي لأبعاد الحدود وعن تشبيه الجزائر بسوريا في المسيرات أكد الجزائريون في المسيرات أنهم بدأوها بالورود وستنتهي بالورود لهذا فالشعب المشارك في المسيرات جدد الهزافة ضده قائلين له في عبارة أن لا يحلم بالعودة أبدا لأن الجامعة سيرحل ويأتي جيل شبان جليد يسير البلاد ويقودها إلى بر الأمان إذن تظل هذه المرحلة صعبة جدا على الوضع في البلاد لهذا وجب الحدر ويجب التحلي بروح المسئولية من الجميع فالأمن الجزائري أبنى عن روح عالية ومسئولية كبيرة عد أن الشرطة تعملت بلطف مع المسيرات السلمية ورسمت أجمل الصور وصار يضرب دائما المتال بالشرطة الجزائرية والشاب نتمنى وندعو الله أن تمر هذه المرحلة على خير وبإذن الله القادم أفضل فقط أكثر من الدعاء لا تنسى الضغط على زر الإعجاب إذا كنت مع تغيير السلم وللتخريب كما لا تنسوا مشاركتنا بأرائكم في تعليقات والاشتراك في القناة وشكرا